مرحب بحضراتكم من جديد الحقيقة دور كبير جدا بتقوم بيه مؤسسة الأظهر الشريف من خلال أنها تواصل دورها المجتمعي من خلال وحدة الدعم النفسي اللي سبق وأسسها من فترة واللي وظيفتها أنها تقدم كل أشكال الدعم والتصدي لأي أفكار سلبية ممكن توصل لبعض الشباب خاصة أنها يعني في المراحل العمرية يمكن من سن مثلا البلوط من سن 18 سنة لغاية سن التلاتينات للأسف بيوصل لمرحلة اكتئاب أو تفكير حتى في محاولة إنهاء حياتهم ده اللي خليني نستقل النهاردة إيه المسارات اللي مشيت عليها هذه الوحدة اللي اقتراب من الشباب بشكل أكثر هل الأسرة مطلوب منها المشاركة في هذا الدعم النفسي وإجابات وافية هنعرفها نهاردة من ضفنا اللي نورنا في الستوديو الشيخ محمد علي العليمي عضو مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية سبع الخير على حضرتك يا فنم نورنا في سبع الخير أهلا بحضرتك في البداية أعرف من حضرتك إيه تدافع وراء تأسيس هذه المنظومة في المقام الأول أولا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمين سيدنا محمد إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي لو حازت الشمس بعض كماله مع عدمة إشراقة ولو كان للآباء شفقة قلبه لذابت نفوسهم إشفاقة فقد كان صلى الله عليه وسلم يبكي للبهيمة المستقلة واليتيم في حجر الأرملة وبعد زي ما حضرتك بدأت يا أستاذة أن الأظهر كان مهتم بحل المشكلات وبالتشابك أو بتقديم ما عنده من مشكلات من حل المشكلات مطروحة على الساحة وفي الوقت الأخير أو في الأيام الأخيرة لاحظنا على السوشيال ميديا بعض الأفكار السلبية وللأسف الأفكار السلبية باتت مشهورة منتشرة حتى أن المقدم على هذه الأفكار أصبح ممكن يعمل بث مباشر أو يعمل لايف لنفسه وبيعمل هذه العادة السيئة أو الفكرة السلبي فالأظهر أنشأ وحدة تسمى وحدة الدعم النفسي والحقيقة أن الوحدة ليست من الآن بل الأظهر كان له مبادرة سابقة عن ذلك ففي العام الماضي في شهر سبتمبر الأظهر أطلق مبادرة أنت غالي علينا ونقصد بهذه المبادرة أن تغالي علينا أن الإنسان يا أستاذة جمانة أو أستاذة مصطفى الإنسان مقامه غالي ومقامه عند الله عالي والأديان كلها والشرائع جاءت لمصلحة الإنسان بل من مقاصد الشريعة الإسلامية أولها حفظ النفس وحفظ النفس هذا يعني أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على نفسه ويجب على الآخرين أن يحافظوا على بعضهم البعض ويحرم على الإنسان أن يكلف نفسه فوق طاقتها يحرم على الإنسان أن يباشر أي فعل من أفعال التي تحمله فوق طاقته طبعا إحنا حنعالج إزاي ده نعم يعني خليني برضو بقى صريح معك جميل ضغري جميل إحنا عندنا مشاكل حقيقية بنشوفها في السوشيال ميديا وشباب بينهو حياتهم وحد بيقتل البنت اللي بيحبها ومشاكل بصراحة جديدة نعم الأظهر بيتعامل مع الموضوع ده إزاي إحنا بنتعامل طبعا الفتاوى ليها دور لكن أنا حعالج ده إزاي تمام حضرتك من خلال المتابعة ومن خلال الاستماع المباشر للمستفتين ومن خلال عندنا المركز يستقبل اتصالات ويستقبل عبر الوسائل المختلفة فيسبوك صفحة المركز وفي هذه الصفحات يعني بيكون المرسل لنا بيكتب كما يشاء مفيش عنده أي حرج من أي شيء فقمنا برصد هذه الأمور والمعروضة على الساحة والمعروضة في الناحية الإعلامية كان دور الأظهر ماذا يفعل الأظهر في حل هذه المشكلة مشكلة كبيرة زي ما حضرتك بتقول في حلم اليأس نعم حلم اليأس كبير مشكلة كبيرة كيف تحل هذه المشكلة المركز أنشأ الوحدة الوحدة هل تحتوي الوحدة أو هل تضم الوحدة علماء الدين فقط أو هل علماء الدين بمفردهم قادرين على حل هذه المشكلة أقول لحضرتك بأعلى الصوت لا الوحدة فيها أساتذة متخصصين من علماء النفس وعلماء الاجتماع وشتى التخصصات المختلفة تكاتفنا وتحدثنا كثيرا كثيرا الوصول لحل لهذه المشكلة كيف يكون الحل الأمثل لهذه المشكلة أولا قمنا بدراسة أسباب المشكلة ما هي الأسباب التي يتصل بالإنسان إلى أن يفكر في هذا الفكر إلى أن يصل بالإنسان إلى أن يفكر في إنهاء حياته يبقى عنده ميول أن ينهي حياته فالأسباب لما قمنا بدراسة الأسباب وجدنا أسباب أول سبب من الأسباب التي على أساسها تأتى هذه المشكلة عدم موجود لغة الحوار في الوقت الذي نحن فيه حضرتك تتفق معي أن لغة الحوار أصبحت نادرة جدا فقد يكون الوالد مع الولد أو الابن مع أمها في بيتها طوال اليوم لا يتحدثونها مع بعضهم خمس دقائق كل الوقت بتاعها مسكة التليفون أو مسكة السوشيال ميديا لا تتركه في مدة طويلة وتستقي منها المعلومات تتحدث مع مواقع ربما لا تعرفها ولا تعرف لها أصلا عن المشكلات وتعرض لها بل وتستقي منها المعلومات هذه المعلومات قد تكون معلومات سيئة قد تكون معلومات غير صحيحة وبالتالي تساهم وتشارك في تعظيم هذه المشكلة في وجهة نظريها وبالتالي ترى أنه لا حل لها من الحياة إلا أن تخرج من الحياة أبويا بيسمعني شي والديتي دايما بيتكلمش معي أخوي دايما بيتنمر علي ما فيش حد بيسمعني أنا كده مليش لازمة في الحياة أنا كده محدش معتبرني في الحياة وبالتالي أعمل إيه أنا هسيب لهم الحياة وريحهم لا دا كمان بيكتبوا وصية للأسف مثلا والدي ما يحضرش للجنازة والديتي ما تحضرش دي حاجة صحيحة كنت عايزة أقول لحضرتك يعني الأمر اللي منصل عند هذا الحد فقط بلو يصل أنه يكتبوا وصية ويسجل في الوصية أني أنا أنا موت ومش عايز والدي أو والدتي يحضروا الجنازة بتاعتي عشان هم السبب لما نبحث في العلاقة بين الوالد والولد أو بين الأب والابن نجد أن الأصل في العلاقة التراحم والتواد والحب والمودة والسكينة والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها دي لماذا تغيرت هذه الثقافات وهذه الفطرة الشرخ كبير الله يكريمك ما السبب في هذا الشرخ عدم وجود لغة حوار بين الأب والإب بين الأم والبنت فبنقول لكل أسرة واجب علينا أن نتكلم مع الأولاد واجب علينا أن نتحاور مع الأولاد ونتحاور مع الشباب بعقليتهم لا نتحاور معهم برؤيتنا الأحادية أنا شايف بس أنا ماشي في الطريق وانوي ما فيش حد يتكلم ما حدش يقول رأي لا هذا لا يصلح مع شبابنا ولا يصلح مع أبنائنا لما نستمع للشباب في هذه الوحدة ويأتونا الشباب إلينا بيتم التواصل معهم إزاي أو كيف يتم التواصل الأزهر في هذه الوحدة مع الشباب الشاب يتصل أو إحنا يتصل به زميله أو يتصل بنا زميله أو صديقه أنا عندي صديقي أو عندي زميلي خلاص يأسم الحياة وخلاص كتب بوست كده فيه ميول لإنهاء حياته ماذا نفعل؟ نقول له اترك لنا رقم هاتفه واترك لنا ما تعرف عنه ويتم التواصل مع الشاب لما يتم التواصل مع الشاب نحدد نوعه للشاب إن استطاع أن يأتي إلينا في مشيخة الأزهر نجلس معه في مشيخة الأزهر جلسة طويلة مطولة أنا عايز أقول لحضرتك إن أول عامل لنجاح هذه الجلسة أننا نستمع أكثر مما نتكلم نستمع يعني الأصل أنني أجلس معه لأستمع إليه استماعا طويلة يتحدث حتى يعني كل الطاقة اللي عنده تخرج ومعدش عنده حاجة تاني عايز يقولها وخلاص فلما يخلص كده يجد هو نفسه نوعا ما من حد يسمعه حد يتكلم معه حد مهتم بمشكلته حد يمسك وراء أو ألم ويدون وراه يكتب وراه أبرز الأسباب وأبرز المشكلات عنده هو يخرج كل ما عنده يعني يحدث عنده شيء من الراحة بقى هو متأهب أو متأهل إنه يسمع لك وده في الكثير الغالب نبدأ نحل ما هي أسباب مشكلته قد يكون الأهم أو أبرز المشكلات عنده هي فهم خاطئ لحكم شرعي وهذا يكون دعمه قاصر على أن يوضح له الحكم الشرعي وأن تزال عنده الشبهة وأن يوضح له الصواب من الخطأ حكم الشرعي متعلق بإيه؟ يعني قد يكون إنسان واحد عنده وسواسة في الصلاة وسواسة في الوضوء وسواسة في حياته ويقولك أنا أصلا أنا قلت كذا والكلام ده وتيخرجني من الإسلام والكلام ده كده أعمل إيه؟ أخرج من الحياة أنا بصلي وربنا ما بيحبني شيء وربنا مش هيقبالني وبالتالي أخرج من الحياة نبدأ نقول له حبيب أنت بنيان الرب أنت عند الله جل غالي أنت أغلى عند الله من الكعبة الكعبة التي يحجر من الجنة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الكعبة ويقول ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك أنت جميلة وأنت طيبة أنت من الجنة ولكن حرمة الإنسان عند الله أعظم منك حرمة المؤمن عند ربنا أعظم من حرمة هذا الحجر الذي هو من الجنة نبدأ نقول له أنت مخلوق بيد ربنا ربنا اللي خلقك بيد بيئد ربنا. انت غالع عند ربنا. وبالمناسبة لسنا بدعا بل هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. احكي موقف بسيط كده هو. تخيالي ان حد يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم وعبد ليس حرا ويقتل النبي سلم. والنبي سلم يعني اظن والله اعلم انه رأى فيه انه عنده شيء من الاشكالية او شيء من المشكلة. النبي ان صح التعبير يمزح معه. بلغتنا يا أستاذ جمانة نقول ايه بيهزر معه. ايه اللي حصل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل واقف كده ام سيدنا النبي يجي من ورا ظهره. الرواية تحكي لنا كده. ويمسكه كده زي من. زي ما نعمل احنا ما حد من صحابه. انت متخيل ان حضرتك النبي وهو صلى الله عليه وسلم مع عبد عنده يجد عنده مشكلة. يقول من يشتري هذا. الرجل يقول له بقى. اللي كتير من اولادنا النهاردة قولها لنا وكتير من بناتنا. اذا تجدوني كاسدا يا رسول الله. محدش يشتريني. انا هتلاقي سعر رخصة. انا مليش لازمة. نسمع كلمة ديات وعادة موجودة. انا مليش لازمة في الحياة. انا النبي صلى الله عليه. بل انت عند الله غالب. انت لست بكاسد. انت عند ربنا غالي وعند ربنا مقامك عالي. فبنقول لكل انسان يا ايها الانسان انت بنيان الرب ملعون من هدمك. يا ايها الانسان ربك الذي خلقك فسواك فعدلك. انت في احسن صورة وفي احسن تركيب. عندك مشكلة ليس الحل للمشكلة ان نخرج من الحياة بالكلي. عايزين نفهم كيفية التغلب على المشكلات. عايزين ندرك ما هي ثقافة الحياة. والذي يعطينا المثل الاعلى والقدوة الاولى في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اذا حدست لك مشكلة فاقول لك راجع حياة مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللي ابتلاه الله جل بفقد ولد. بفقد بنت. فالحياة بالنسبة له خلاص كده بقت وقفة مالهاش لازمة. الحياة بقت سودة زي ما بيقول. انا عايش ليه او انا الولد ابني حبيبي. حياتي كلها راح. فانا خلاص. يأست. انت القيت يعني الاتهام على السوشيال ميديا. وقلت ان السوشيال ميديا هي السبب الرئيس. في ان هي عملت هذا الشقاق وهذه الفرقة في هذا المجتمع. وهي اللي خلت ان الواحد مش حاسس بقيمته. لان شريك حياته اول ده اول ديته. مش حاسه به طول الوقت ما سكب ده. ولكن احنا بنشوف اشياء كتيرة تاني. هو حضرتك انا لم اقول ان السوشيال ميديا السبب. بنادرس بقول اسباب. ايو. يا احد الاهم. اللي كانت السبب في انتشار هذا الفكر. وحضرتك كنت حضرتك قلت ان وجدنا على السوشيال ميديا. اللي كاتب رسالة. ورسالة مشهورة ومنشورة. يمكن السوشيال ميديا. واللي كاتب. واللي بيعمل. يعني يباشر هذه الميول لانهاء حياته من خلال بس مباشر. وده امر واقع. والواجب علينا. ما الواجب علينا. الواجب علينا ان نتعامل لحل هذا الواقع ولازالة الاشكال. طيب. خاني اسأل بقى حضرتك. سؤال مهم جدا بين حنا احنا كلمنا على السوشيال ميديا. وما الواجب علينا. نعم. للأسف. بنشوف اشخاص يدعوا العلم. بيكلموا في السوشيال ميديا على الاشخاص اللي بتمر بمراحل اكتئاب متقدمة. نعم. بقصلهم ان هم عايزين ينهو حياتهم. بنشوف طريقة للتعامل مع الموضوع ده صعبة شوية. هو الشخص مش مستحمل. نعم. يخرج شخص يدعينه صاحب علم. يقول له هتطرد من رحمة ربنا. طريقة صعبة جدا لكن ما تقربش الشخص او زي ما حضرتك كلمت فكرة نسمعه. نعم. نشوف تعليقات تانية من الناس على السوشيال ميديا. انه حتى لا يجوز ان احنا نترحم عليك. طبعا. فانا عايز اعرف من حضرتك بما انحنا نتكلم على لغة الحوار. نعم. ازاي اصلا نتعامل مع شخص يعني مقدم على انهاء حياته او للأسف وصل لمرحلة متقدمة جدا من الاكتئاب. جميل ربنا نبارك في حضرتك. لا شك ان حضرتك بتكلم عن مشكلة كبيرة ومشكلة واقعية. يعني ما نقدرش نغض الطرف عنه. ان حد يتكلم بدون اهلية وبدون ما يكون متخصص. بنقول للانسان دوت انت ترتكب حرام وستسأل بينادي الله عن هذا الامر. الامر الثاني نتمنى او نرجو الله جل ان يصدر قانون يجرم ويمنع ان يتكلم كل احد في دين الله وان يكون الامر مقصور على العلماء المتخصصين فقط. حتى لا نصل لنتيجة سيئة لا يرضاه الجميع والجميع يسعى لحل مشكلاتها. الامر الثالث ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المشكلات او في التعامل مع المخطئ. اول موقف بسيط Thelah sallam يأتيه رجل يريد أن يفعل فاحشة قبرى. ان القرآن الكريم نص إليها فاحشة كبيرة عظيمة يأتي للنبي يريد من النبي صلى imagen ازن عادي يععمل ايه يريد أن يقع في فئة حشة الزنا جايل النبي بمشكلة جايله بمصيبة مخالفة للدين ومخالفة للأعراف ومخالفة لكل الأمور ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه النبي أجرى معه الحوار الحوار العقلي أترضاه لأمك قال لا قال لك ذلك الناس اللي يرضونه لأمهاتهم أترضاه 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 إلى أن خرج الشاب العلاء النتيجة اللي خرج بها الشاب نتيجة الحوار مع المصطفى صلى الله عليه وسلم الحوار اللي هو مناسب لعقل المتلقي مناسب لعقل المستمع اقتنع به خرج قال فخرجته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد في نفسي أبغط من كلمة من هذه الكلمة القبيحة اللي بيتكلم النهاردة ويقول لي ما نتكلمش معه كيف لا نتحدث معه الحديث معه بالنسبة لنا واجب شرعا نحاسب عليه بيناد الله إن قصرنا فيه طيب أصل ما ينفعش أتكلم معه عشانت ده مطروض من رحمة ربنا ما ينفعش أترحم عليه ما ينفعش أصلى عليه ما ينفعش هذا الكم الكبير حضرت لك قلت جزء منه بنقول هذا كلام مجانب للصواب تماما هذا الكلام غير صحيح يعني ينفع أننا أدعو له بالرحمة وأدعو له بالمغفرة وأدعو له أولا أنا ما يدريني أن هذا الشخص الذي باشر هذا الأمر لا شك أنه شخص غير طبيعي ربما وصل به الحال أو ربما وصل به قبل التفكير أو عند التفكير في هذه المشكلة أو عند مباشرة هذه الفعلة أنه خلاص أغلق عليه وأصبح مريض نفسيا في درجة من درجات الجنون اللي هو ما بقاش مدرك ماذا يفعل محدش يعمل كده محدش يباشر أمر يعني ينهي حياته وهو عاقل متزن يعلم ما ترتبعه هذا أمر غير وده الأسادة العلم النفس بأولوب المناسبة وبالتالي لعل هذا الشخص يعني قام بفعل هذا الأمر وهو على غير إدراق وعلى غير علم من يعلم هذا أنا لا أعلم هذا الذي أعلمه ربه جل وعلا فالواجب علي هذا الرجل هو مسلم يجب علي أن أدعو له أصلي عليه أكثر من الصدقات له أسأل الله والجميع يجتهد في الدعاء له بالرحمة والمغفرة ورحمة الله قريب من المحسنين أخيرا يا شيخنا وسريعا جدا أريد أن أعرف من حضرتك هل هناك رقم محدد ممكن حد يواجه أي مشكلة أنه يتصل به نعم عندنا رقم 19-9-06 ده رقم مركز الأظهر العالمي للفاتوة الإلكترونية المكالمة بسعر يعني ديئة بسعر المكالمة العديدة الأمر ليس ربحي بل أمر خدمة تقدم من الأظهر الشريف إلى المجتمع في العالم كله الاتصال من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابع عصرا أو السادس عصرا كمان عندنا صفحة مركز الأظهر العالمي للفاتوة الإلكترونية ممكن رسالة من خلال الفيسبوك يقوليني والله أنا في مشكلة عندي أو ابني عنده مشكلة أو أختي عندها مشكلة ويسجن البيانات بتاعتها بيتم التواصل معها وبيتم استقبالها في مشيخة الأظهر إن سمحت بذلك وردت بذلك فإن أبت إلا أن نذهب إليها نذهب إليها في مكانها وفي المكان المناسب الذي تحدده هي أو الذي يحدده هو وصولا لحل هذه المشكلة وأنا أبشر حضرتك وأبشر أستاذ مصطفى وأبشر المشاهدين جميعا أن الحمد لله النسبة التي حققنا نجاح في مركز الأظهر من خلال هذه الوحدة مع الناس أو من جلسنا معهم من الشباب ومن الفتيات الذين عندهم هذه الأفكار نسبة نجاح أكثر من 95% يعني الحمد لله هذا فضل الله ونسأل الله أن يتقبل بني هذا الجهد ونسأل الله أن يرد شبابنا وأبناتنا عن هذه الأفكار السيئة يعني حوارنا انتهى حضرتك ولكن الحوار ربما لم يبدأ في أسر كثيرة جدا ما بين الأب وابنه الأم وبنتها الأخ وأخوه بنشوف حالات كبيرة جدا من اليأس بتنتهي لإنهاء الحياة وبنشوف ارتفاع لهذه المعدلات النهاردة حاولنا نلقي الضوء على المجهودات اللي بيقوم بها الأظهر الشريف من أجل احتواء هذا الأمر بلوشكل الشيخ علي محمد علي العليمي عضو مركز الأظهر العالمي الفاتحة الإلكترونية على هذه الإضافات اللي وضحنا لها في هذه الفقرة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة